حلقتنا اليوم سوف نتعلم مع بعض كيف نستخدم السكانر أو المسح الدوئي على البرنتر Canon PICSEMA TS3460 و يجب عليك علمي ان حلقة اليوم مكونة من فكرتين الفكرة الأولى سنتمع كيف نستخدم المسح الدوئي من الكومبيوتر أو اللابتوب و الفكرة التانية سنتمع كيف نستخدم المسح الدوئي من الموبايل و لكما أتقلظ عليكم نذهب إلى الفكرة الأولى وهي خطوة تخطوات تثبيت و استخدام المسح الدوئي من الكمبيوتر أو اللابتوب فيلا بنا. مبدئيا كده يا جماعة. انا سيبدوكم رابط تحت الفيديو في سندوق الوصف او ممكن تلاقيه في اول تعليق. لمجرد انك تضغط الرابط ده. هيبدأ في تحميل نسخة من تعريف الاسكانر الرسمية المرفقة مع البرونتر لأول مرة. وعيفتحها لك بالشكل لزمج ده. كريك كلمين عليها عادي جدا كده ونختار اكسراكت هي. هيبدأ انه يطلب منك كلمة مرور. كلمة مرور من تسعة لواحد عد تنازلي. زي ما هو ووضح قدامك كده. ونختار اوكي. وننتظر لحد ما يفك ضغط التعريف. وعلى فكرة التعريف ده حجمه صغير. تمام? اهو. هيفتح لك بالمجلد اللي قدامك ده. هنفتحه عادي جدا كده. ونختار اول اختيار سكاني ثلثي. ونختار الاختيار اللاب الاخير اللي مكتوب عندي ستب. هنختار يس. خطواته سهلة. ما فيش اي تعاقدات. ما فيش اي حاجة ممكن تقف معك. هنا بيقول لك حدد لغة تعريف الاسكانر. عندك جميع اللغات وكمان اللغة العربية. فانا هخطر بصراحة اللغة العربية عشان تبقى الاسهلية. ونختار. ثم هنختار نعم. بس كده. كده هيتثبت لوحده وما فيش اي خطو ممكن تخليك ما تعاقدش تثبته اصنا. هنختار اكتمال. كده سبتنا تعريف الاسكانر. هنلاقيه فين دلوقتي شايفين علامة دي دي قايمة ده دغطة واحدة. هتلاقيه مكتوب هنا ايه? هنمسكه بالفارة كده ونحطه بره في الديسكتوب. اهو كده. تمام? عشان مش كل مرة هتفتح قيمة الستارت واختار اخطار اول حاجة هنعملها هنفتح اللغة خاص بتعريف الاسكانر. برنامج الاسكانر عامة خلاص. احنا كده مش محتاجين حاجة من تعريف الاسكانر. وديه الوجه او القائمة الرئيسية بتاع الاسكانر. مكتوب هنا الماساحة الضوائية. ومكتوب هنا كانون تي اس تلاتي فلسطو مية سيريس. اغدغطت عليها كده هيزار لك اختيارين. واحدة مكتوبة عليها وهنا مكتوب عليها سيريس. الفرق من ديو دي ان المكتوب عليها سيريس ومفهاش دي كده هتعمل سكان من خلال اليو اس بي. اللي هو الكابل اليو اس بي. اما اللي مكتوب عليها ديت. يبقى انت كده هتعمل سكان من خلال الراوتر الواي فاي لاسلكي. بس انا لما بفضل انك تستخدم الاسكانر. استخدمه من خلال الكابل اليو اس بي اسرع بكتير. لانه ورد جدا ان البرنتر تبقى بعيدة. فالوردر بيطلع من الكمبيوتر يروح للراوتر ويرجع للبرنتر. فبالتالي الاسكانر ممكن يقعد وقت لحد ما يلقط. تمام? لكن الكابل اليو اس بي اسرع بكتير. كده حدلنا ان الماسحة الضوية من الكابل اليو اس بي. عندك هنا نوعين الاسكانر. تمام? عندك المستند ده اللي هنستخدمه. وعندك الصورة. ده بس اللي انا بفضل او اكتر حاجة بنستخدمهم. الباقي ده حاجة احترافية ما عندك ممكن تكرم مع الوقت. لكن الاسكانر اللي احنا عرفوه. المستند والصورة. المستند ده اللي هو ملفات البي دي اف. انك تعمل سكان بصيغة البي دي اف. لكن الصورة دي انك تعمل سكان بصيغة الجي بي اي جي. فاحنا هنجرب مرة كده ومرة كده. اول حاجة هنعملها. هنبدأ باب الماسحة الضوئي. ونجيب الورقة اللي انت عايز تعمل لها سكان. كده. وتقلبها على الوجيه التاني. يعني الكلام يبقى بالاسفل. تمام كده? والابيض او الظهر الابيض يبقى عديد. ونحطه على اكثر زاوية هنا. وكأننا هنصور الورقة دي. ونقفل باب المسحة الضوئي. بعد كده هنختار على سبيل المثال اننا نعمل سكان مستند اللي هو البي دي اف. ضغطة واحدة عليه كده. ضغطة واحدة فقط. بعد كده هيظهر لك الرسالة دي. بيقول لك دلوقتي هي التامل سكان ما تفتحش باب الاسكنر خالص. عشان لو فتحت الباب الاسكنر آآ شعاع عايز اظهر فيه هيخلي فيه زي الزغلالة او اهتزاز في الكلام. فاني ازاي? فسبل حد ما تنتهي. دلوقتي بيقول لك كده لو عندك ورقة تانية وعاوز تضيفها في نفس ملف في بي دي اف. شيل الورقة اللي موجودة في وحط ورقة تانية. وبعد كده هتتكي على سكان. لكن لو هي ورقة بس اللي عايز تعملها سكان فانت هتختار اهي كده. بعد كده هيفتح لك القائمة دي. شايفين القائمة دي? ضغطة واحدة كده ونختار عرض موقع الحفز اهو. تكيها واحدة كده. ده المكان اللي اتحافظ فيه السكان. هو ده. وهو ده الورقة اللي نعملتها سكان. ممكن نفتحها كده عشان نتأكد برضو. ان هي نفس الوقت المطبقة ولا حاجة تانية. ده كده اللي احنا عملنا بصيرة البي دي اف. طب دلوقتي انا عايز اعمل سكان بصيرة الجي بي اي جي اللي هي صيرة الصور. يعني احفظها كصورة. هنعمل ليه? هنيجي عند الصورة دي. ضغطة واحدة عليها كده. هتنتظر لحد ما يفتحك المكان اللي اتحافظ في الصورة ايه. زي ما شايف كده اتحافظ مع البي دي اف. يعني اتحافظه في مكان واحد. آآ هنا بيقول لك التاريخ اللي اتحافظ به السكان. عشرين سبعة الفين خمسة وعشرين. ده اللي دي اقدر تعرف به اليوم اللي تعمل في سكان. تمام كده? كده اتعلمنا ازاي نسبب التعليف المساح الضوئي وكمان ازاي نستخدمه. ودلوقتي وصلنا مع بعض للفكرة تانية وهي خطوات استخدام المساح الضوئي من الموبايل. الخطوات ازاي? تعنا نشوفه مع بعض. اول حاجة شايفيني السكانر اللي عليه على مخاضرة ده. ده لقطة واحدة عليه كده. اول بيتكي كده هيزهر لك اختيارات. هنختار عشان نعرف ايه وظيفة كل اعداد من حاجات دي. اول حاجة بيقول لك لو ضغطت كده هيزهر لك اختيارين جي بي اي جي ولا بي دي اف. بيقول لك انت عايز تعمل الاسكان ده بصيغة البي دي اف ولا صيغة الجي بي جي. فانا هسابها زي ما هي على جي بي اي جي. تاني اختيار المكتوب عليه لو ضغطنا كده لو انت هتعمل بصيغة الجي بي اي جي فانت اختار فوتو. لكن لو انت اختارت دي خليتها بي دي اف فلزن انت خليها فانا طبعا اختار جي بي اي جي فانا هختار فوتو. ده دي اختيار مكتوب عليه كالر مود. لو ضغطنا كده بيقول لك كالر ولا جري سكيل. يعني انت عايز تعمل اسكان ده بالكالر اللي هو بالقابل والألوان ولا جري سكيل اللي هو تدريج رماودي حاجة شبيهة للقابل والألوان. لو هي فيها الوان فاسيبها. لكن لو هي مفاش الوان فخليها زي ما انت عايز وممكن نختار جري سكيل. رابع اختيار مكتوب عليه. لو ضغطنا كده بيقول لك حجم الورقة اللي انت عايز تعملها اسكان. انت بتبحث على حجم الورقة المناسب ليك انا اختار خلصنا كل حاجة احنا عايزنا. بنرجع خطوة الورا. ونختار اسكان. دلوقتي احدى اسمع صوت في كده. ده صوت تحرك الاسكانار. طبيعي عادي جدا. ايه زي ما انت شايفين دي الورقة اللي عملتها اسكان. لو الورقة مضبوطة وكل حاجة بتختار اسكان. وهي بتتحافظ تلقائيا لو هي صورة في البوم او استوديو الهاتف. لو هي ملف بي دي اف فبتتحفظ في ملفات بي دي اف. خلصت كل حاجة بتختار اسكانار. لو دخلنات الوقت على البوم او استوديو الهاتف. حلق الاسكان بتاعنا. دقى الورقة اللي عملنا له اسكان. وبكده انتهينا من موضوع. حيث النهاردة اتمنى ان اعجبكم. اتمنى ان الموضوع يكون ان اعجبكم. منتظر اي سفسار لكم بخصوص طبيعات. كان معاكم احمد السيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.